وَأَمَّا صِفَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه وأريدك أن تعلم معا أنه قد ورد في حديث آخر وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيحاذي بهما أذنيه فمن أهل العلم من قال إنه يجوز الوجهان فيكون من اختلاف التنوع وهذا مقبول لأن الحديث ورد بهم لكن نقول ما هو أفضل الصفتين نقول إن أفضل الصفتين هي حديث بن عمر هذا لماذا؟ لأن ابن عمر كان ألزم بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مالك فقد رآه أحاين قليل ثم رجع إلى قومه والأمر الثاني أن صيغة ابن عمر تدل على المداومة كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبه وذكرنا القاعدة في كان قبل قليل وإذلك قال علماء رحمهم الله تعالى والمستحب أن تكون اليدين عند الرفع محاذية للمنكبة إذا عرفنا ذلك مع جوازي ومشروعية أن تكون محاذية للأذنين فإن الحديث قد ورد في الصيغة في الصفة الثانية طيب مما يتعلق بقول ابن عمر يحاذي بهما منكبيه هنا عبر بالمحاذة ولم يقل يمس وذلك أن بعض الناس حينما يسمع حديث ابن عمر أنه حاذى أذنيه ظن أنه يمس أذنيه فتجده يلمس أذنيه والحديث ليس فيه المس وإنما فيه المحاذات للمنكبين أو الأذني وكيف تكون المحاذات للمنكبين لأهل العلم فيه وجهان أحدهما وهو المشهور عند المتأخرين أن المحاذات تكون بأوائل اليدين وهي رؤوس الأصابع وبناء على ذلك فمن أراد أن يحاذي بيديه منكبيه عند التكبير فإنه يجعل أطراف أصابعه محاذية لمنكبه والمنكب هو العاتق وما قابل هذا المراد به أعلى العاتق فيكون بهذه الصفة فيكون بهذه الصفة والوجه الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وهو أن المحاذات تكون بوساط الشيء وضابط المحاذات الوجهان يتعلق بها نحو من عشر مسائل منها هذه المسألة وبناء على ذلك فيكون المرء إذا أراد أن يحاذي بكفيه منكبيه يرفع يديه قليلا فتكون بهذه الهيئة فيكون وسط اليد وسط الكفي المقصود وهي أطراف الأصابع من سفل محاذية للمنكبي وأنت إذا فعلت هذه الهيئة قد يراك الرأي فيصف فعلك فيقول إنه محاذ بيديه لأذنيه فحينئذ تكون قد فعلت الحديثين معا ويكون ذلك أقرب وذلك الوجه الثاني قد يكون أقرب جمعا للحديثين بناء على قولنا أن ابن عمر إنما حكى صفة الملازمة إذا عرفت ذلك إذن هذا معنى المحاذة وما يتعلق بها مما يتعلق بالمحاذات كذلك أن العلماء يقولون عند محاذات اليدين يستحب فيهما أن تكون اليدان مبسوطة غير مقبوضة وأن تكون اليد مضمومة الأصابع غير مفرقة الأصابع هكذا لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا المعنى وبناء على ذلك فإذا أردت أن ترفع يديك في تكبير الصلاة فتقول هكذا الله أكبر إذن تكون اليد مضمومة مبسوطة محاذية للمنكبين لو نزلت قليلا ارتفعت قليلا أمره سهل بدليل حديث مالك بن عويلة المتقدم إذن هذا ما يتعلق بقوله رفع يديه حذو منكبين